صنعاء في عين العاصفة التحالف العربي يكثف الغارات المتتالية العنيفة على مواقع عسكرية ومنشآت تسيطر عليها ميليشيات الحوثي وصالح في العاصمة اليمنية ومحافظات أخرى وتنفذ طائرات التحالف قصفا دقيقا وعنيفا في مناطق بيحان وصروح وصنعاء حيث تم استهدف مخازن صواريخ التوشك الروسية وعدد من الدبابات والمضرعات والكتيوشا تصعيد يهدف لتضيق الخنق على الحوثيين والشل تحركاتهم ومنع محاولاتهم إعادة ترتيب صفوفهم وبناء دفاعاتهم وقطع طرق الإمداد والتموين وإحكام السيطرة على المناطق المتاخمة للعاصمة وبالتالي يسهل التدخل البري وكانت من نتائج تلك الغارات أن نقل الحوثيون كميات كبيرة من الأسلحة المتنوعة باتجاه معقلهم في محافظة صعدة وأجلت القيادات الحوثية أسرها إلى خارج اليمن وتتزمن ضربات الجوية مع ارتفاع وطيرة الاستنفار العسكري في محافظة مأرب المحاذية للصنعاء حيث استقبلت آلافا من جنود دول التحالف والجيش اليمني في مؤشر على إتمام التحركات الأخيرة قبل خوض معارك برية في محافظة مأرب والجوف وصعدة وتحظى مأرب بأهمية استراتيجية لقربها من صنعاء وليتمركز القوات المتحالفة فيها وذلك يفرض ضرورة تأمينها من الاعتداءات الحوثية وتعمل قيادة التحالف على تأمين القوات في مأرب من خلال تطهير مناطق المحافظة من بقايا المتمردين كما يركز التحالف اهتمامه في حسم معركة بيحام في محافظة الشبوى التي تمثل ظهر القوات المتواجدة في مأرب وتعمل القوات على تصفية الميليشيات في محافظة البيضاء حتى يتم ضمن عدم وجود أي تهديد لهذه القوات من المناطق المحيطة بها اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر